نسمى اليوم الفن العربي، ليس من زمان، خاصة بالغرب كانوا يقولوا الفن الإسلامي وريت هذيك مرة بالإنستيتيوت دي موندهاب بيقولوا فنون الإسلام وفن العربي طيب كيف تفسرنا كيف منفرقهم الثلاثة من بعضهم؟ طبعا لابد أنه في صلة وصل ما بين الفن الإسلامي والفن العربي ولكن هذا شيئين مختلفين الفن الإسلامي فن نابع من الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية مثلا عندك الفن الإسلامي يبدأ من أسطر لاب إلى كوب الشاي إلى طاولة فهذه الأمور كلها طبعا أمور استخدام يومي الفن الإسلامي فيه استخدامات يومية مغالغة بكل شيء نعم الفن العربي بدأ في منتصف القرن العشرين بسبب عدة أسباب السبب الأول طبعا وجود الكنيسة الشرقية اللي دعمت الكثير من الفنانين العرب كثير من الفنانين اللي كان أسمهم مثلا ينتهي بالقدسي عطالة قدسي مثلا كان فنان في بلاد الشام وكان متأثر جدا بالثقافة العربية ويوقع لوحاته باللغة العربية ولكن هو كان دائما يرسم سيدنا المسيح مثلا وأمور أخرى الأمر الآخر أنه دور الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت تأتي بشباب من الدول اللي كانت طبعا متسلطة عليهم وتقوم بتعليمهم الفن ليش؟ لأنهم محتاجين أشخاص يرسموا مثلا تضاريس المنطقة ما كان فيه طبعا جي بي أس وستلايته مش عارف إيش فلازم يكون عندك إنسان شاب بيركض وبيأخذ الفرس بيروح بعد للجبل وبيرسم التضاريس بيحكي لقائد الجيش أنه هيك 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 فيه جيش ثاني جاي وفيه كمين وهيك وفيه جبل ودير بالك من الجبل وفيه نهر هاي الطريقة اللي بدت فيها الفنون كان منهم توفيق طارق من سوريا وكان فيهم عبدالقاد الرسام من العراق وغيرهم يعني هذه الأمور لم تدرس بما هو الكفاية وأيضا ميديا كثير من الفنانين غير مسلمين تأثروا بالفن العربي لكنهم فنانين عرب فهو مش فن إسلامي مثلا في لبنان الفنانة سلوة روزة شقير فنانة درزية وأنا ما أحب يعني أذكر ديانات وأطياف الناس بس في الحقيقة هي ليست يعني بما أنا فنانة مسلمة ولكنها متأثرة بالفن الإسلامي وأيضا في فلسطين الفنان الفنان الراحل كمال بلاطة كمال بلاطة من أهم فنانين ومؤرخين الثقافة العربية والفلسطينية كتب كتاب عن الفن الفلسطيني من 1850 إلى أواخر القرن العشرين هذا الفنان مسيحي بس نشأ وكبر تحت ظل قبة الصخرة والمسجد الأقصى فهذا الفنان تأثر بجماليات المسجد وحتى بدأ يعمل أعمال فنية مثل مذكور في الدين الإسلامي لا إله إلا الله هو كتب عمل لوحة جميلة جدا كتب عليها لا أنا إلا أنا فهو أخذ الفكرة هذه من الإسلام وعكسها في شخصيته فأكيد هناك يعني في مثل ما حكيت وصلة همز أو همزة وصل ما بين الفن الإسلامي بس الفن العربي الحديث نبع من ثقافة عربية بحتة كان جزء منها هو ردع الاحتلال العثماني والاحتلال الغربي للعالم العربي كان عندك حركات معظمها كانت حركات في سوريا وفي لبنان وبلاد الشام وكانت هذه الحركات طبعا تصر على الهوية العربية فالفن العربي نشأ يدا بيد مع هذه الحركات السياسية مرحب إذا حابيتوا هذا الكليب فيكن تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا سبسكرايب على الشانل تابعنا هنا وإذا كانت تحضروا سرد الكيميلة فيكن تحضرواها هنا